موسيقى الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة تن أهلا بكم يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين وزير الخارجية الألمانية هايكوماس وزير دخلية هورس زيهوفر كل على حدة ومن المقرر أن تتناول المباحثات التي سيجريها رئيس السيسي مع الوزيرين دعم علاقات تعاون بين مصر وألمانيا ومناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كما سيتم بحث التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية تستضف مصر فعالية التدريب المشترك درع العرب واحد وذلك في إطار دعم علاقات تعاون العسكري المشترك بين مصر والدول العربية الشقيقة ومن المقرر أن تنطلق فعالية التدريب بدءا من الثالث وحتى السادس عشر من نوفمبر المقبل بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط حيث تشارك في التدريب عناصر من القوات البارية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن كما تشارك كل من المغرب ولبنان بصفة مراقب نجحت تهيئة الرقابة الإدارية في ضبط شخصين لانتحالهما صفة مسؤولين بجهات سيادية بالدولة والنصب على المواطنين مدعين قدرتهما على تخصيص أراض لهم بالمخالفة للقانون وأصفرت تحريات الهيئة عن قيم الشخصين باصطناع مستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات منها وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة والدعاء قدرتهما على تخصيص أراض للعديد من المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية نظير ذلك هذا وتهيب هيئة رقابة الإدارية بالمواطنين اتباع القانوات الشرعية للاستثمار والمعلانة من قبل الدولة بحثت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلا مكرم مع رؤساء جمعيات الصداقة المصرية البريطانية والقبرصية البريطانية واليونانية البريطانية بالبرلمان البريطانية بحثت استعدادات النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور كما أكدت وزيرة الهجرة على الدعم الكبير المقدم من رؤساء مصر وقبرص واليونان لهذه المبادرة مشيرة إلى أن هناك تنسيق بين وزارة الهجرة وبين جمعية الصداقة المصرية البريطانية داخل البرلمان المصرية وصل رياك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان إلى العاصمة جوبا بعد أكثر من عامين لحضور مراسم الاحتفالات باتفاق السلامة يأتي هذا في مستقبل نائب رئيس جمهورية جنوب السودان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطار جوبا والذي يشارك نيابة عن رئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بالتوقيع على اتفاق السلام الذي وقعته الأطراف المتنازعة في سبتمبر الماضي قالت وزيرة تخطيط دكتور هالة سعيد أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل مرتفع للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة لإصلا إلى 10% عام 2030 وخلال مشاركتها بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية في العاصمة اللبنانية بيروت أكدت وزيرة تخطيط أن المحاور الرئيسية في استراتيجيات التنمية لمصر تتسق مع ركائز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان وخطة تنمية المستدامة 2030 التي تتضمن زيادة فرص التشغيل وتحسين مستوى المعيشة والخدمات أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لفاروف استمرار بلاده في دعم التسوية السورية داعيا لإيجاد حلول مستقبلية لإقامة الحوار بين جميع المنظمات الإقليمية والدولية كما شدد لفاروف في كلماته أمام المؤتمر العالمي للمغتربين الروس على أن مشاركة مندبين من سوريا في المؤتمر يظهر أن الحياة في سوريا بدأت تنتقل إلى مصارها السلمية تبنت حركة طالبان الإرهابية إسقاط مروحية تابعة للجيش الأفغاني في ولاية فرا جنوب غربي أفغانستان التي أصفرت عن مقتل 25 شخصا من بينهم مسؤولين كبار في المقابل قال المتحدث باسم حاكم إقليم كفرا غربي أفغانستان أن طائرتي هلكوبتر عسكريتين كانت في الطريق إلى إقليم هراتا المجاور عندما خرجت إحداهما عن السيطرة وتحطمت وسط ظروف جوية سيئة اختموا الموجز إلى أن نلتقي كونوا بخير